اشتركوا في القناة بعد تحقيقها لرمية قدرها 59 متر فاصل 51 سنتيمتر من جهة أخرى تأهل كل من عبد المالك لاولو وصابر كموش إلى نهاي سباق 400 متر حواجز الذي سيقام غدا الثلاثاء فيما عجز عبد النور بن جبعة عن بلوغ نهاي 400 متر باحتلاله المركز الرابع للمجموعة الثانية بوقت قدره 46 ثانية و 26 جزء من المئة معكم البطلة بوز برزوينة المتخصصة في رمي الميتراقة اليوم راني فرحنا بحصولي على الميدالية البروزية في ألعاب الإسلامية يعني ونفتحت جدول ميداليات في ألعاب القيوة يعني المنافسة 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 جتني سعيبة شوية وإن كان يعني شارك وزوج بطلات عالمية يعني ما شاء الله يبارك ويعني الحمد لله وإن شاء الله نتمنى توفيق العداء إن شاء الله يجيبونا الميداليات محتفرين إن شاء الله جدول سعنا يتعمر الشراب الميداليات وشكرا فاز صبيحة اليوم الاثنين المنتخب الوطني لأقل من ثلاثة وعشرين عاما على البصاد ضد المنتخب الكاميروني برسم دورة ألعاب التضامن للإسلامي قونيا الفين واثنين وعشرين ووفق ما وردته وسائل إعلام كاميرونية فإن سبب خسارة المنتخب الكاميروني على البصاد ضد الخضر هو عدم صفر المنتخب لتركيا وضاف المصدر ذاته أن اللجنة الأولمبية الكاميرونية تأخرت في تسديد نفقات صفر الوفد الكاميروني وذلك ما تسبب في تأخر وصول البعثة إلى تركيا تلقى وزير الشباب والرياض عبد الرزاق سقاق دعوة رسمية من نظيره التركي محمد محرم قصاب أغلو من أجل الحضور لمراصم حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي الفين واثنين وعشرين في مدينة قونيا تركيا وحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين فإن دعوة الوزير سقاق كانت من طرف نظيره وزير الرياضة التركي محمد محرم قصاب أغلو يذكر أن هذه الدورة الودية ستدوم إلى الثامن عشر من أوت الجري أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إطلاقه لمنافسة جديدة خاصة بالأندية الإفريقية بداية من الموسم الكروي الجديد وكتب موقع الكاف أن رئيسه باتريس موتسيبي سوف يعلن تفاصيل دور السوبر الإفريقي بعد غد الأربعاء وضف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن التفاصيل سيكشف عنها موتسيبي في مؤتمر صحفي سيقام في تنزانيا يشار أن رئيس الكاف موتسيبي هو من يترأس أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الفريقي لكرة القدم أعلنت اليوم الاثنين إدارة نادي بارادو عن انتقال ظاهير الأيصر للفريق حمزة موالي للاحتراف بفرنسا وحسب موارد في صفحة رسمية للفريق فإن اللاعب حمزة موالي سينتقل لصفوف نادي لافال الناشط بالدرجة الثانية الفرنسية وبهذه الصفقة أصبح موالي الذي سيلعب رفق تزميله السابق نعيجي رابع لاعب يغادر النادي هذه الصائفة بعد كل من بعلي بوزق وبنعياد كشفت تقارير إعلامية هولندية أمس الأحد عن رفض فريق تيفينتي الهولندي العروضة المقدمة بشأن لعبه الدولي الجزائري رامز روقي وحسب ما ورد في موقع AD.anel الهولندي فإن نادي 20 رفض عرض فينولد المقدم بشأن رامز زروقي بسبب عدم اقتناعه بالعرض ونقل المصدر تصريحات المدير الفني لتيفينتي يان ستروير والذي أكد فيها رفضه للعرض المقدم من طرف فينولد كما أضاف المتحدث أنه سينتظر ويرى كيف ستسير الأمور في الأيام القادمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاحب زروقي أعلنت مجلة فرنس فوتبول الفرنسية عن موعد الإعلان عن جائزة الكرة الذهبية في طبعتها 66 لأفضل لاعب في عام 2022 وحددت مجلة فرنس فوتبول اليوم الثاني عشر من أوت المقبل للإعلان عن جوائز مجلة فرنس فوتبول بالوندور وبقائمة مكونة من ثلاثين لاعباً سيتم الإعلان عن عشرة أسماء قول في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في عام 2022 بالإضافة لقائمة أفضل حارس وأفضل لاعب في العالم لنفس السنة للإشارة تم تقديم تاريخ حفل الكرة الذهبية من تاريخ السابع عشر أكتوبر لتاريخ الثاني عشر من أوت المقبل بسبب تزابونها مع انطلاق مونديال قطر 2022 بهذا الخبر مشاهدين نصل وإياكم إلى ختام النشر الرياضية شكراً على كرم الإصائي والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة